من ناحية تانية مسؤول النادي الأهلي رحبه برحيل أليو ديانج لو جاله عرض مناسب حتى هذه اللحظة أليو ديانج عنده بعض العروض الشفاهية أبرزهم من نادي الوكرة القطري نادي الأهلي ما عندهش مانع من حيث المبدأ المبدأ رحيل أليو ديانج يعني لو جاله عرض مناسب ماليا للنادي الأهلي الأهلي هيسيب أليو ديانج هما بيتكلموا تقريبا في خمسة مليون دولار رأيي لا الرقم ده مش هيجي خاصة الليو دينج بقاله كتير ما بيلعبش يعني بقاله كتير ما بيشاركش ومش مؤثر فما ظنش انه هيتبع بخمسة مليون انا توقع ايه توقع انه الليو دينج ده يتلاعب مثلا الرقم فيه من اتنين ونص لتلاتة مليون يورو في النهاية في الاول الاخر دي حزبة النادي الاليو حكايته وشغله انا بقول توقع للسوق بتاع اللي عبينه واللي انت شايفه بس دي حكاية حكاية اخر حكاية اخر نادي الاهلي حتى هذه اللحظة ما خلص المدافع مدافع الدحيل القطري يوسف ايمن يوسف ايمن اللعب المصري القطري فيه كلام عليه لعب مدافع كويس مدافع كان له تجربة احتراف في بلجيكا بس حتى هذه اللحظة اشتب بعض الناس كتبت النهاردة الاهلي تعاقد معاه حتى هذه اللحظة الاهلي ما خلص معاه هو فقط معروض على النادي الاهلي ومارسل كولر مستني تقرير شامل عنه وطلب من فريق السكاوتينج في النادي الاهلي او فريق الكشافة في النادي الاهلي انه يتم الصبر لحين حسم رؤيته بشكل جيد وميبقاش فيه تصرع فيه التعاقد معاه لحال الوقت مارسل كولر ما شافوش بشكل كبير بس هو معروض فعلا على النادي الاهلي دي حكاية حكاية اخر قلت لكم قبل كده نلاعب نسبة كبيرة اقترب من حسم التعاقد مع اللاعب زين الدين بالعيد مدافع منتخب الجزائر وقائد فريق اتحاد العاصمة في فضل الانتقالات القادمة ان شاء الله المفاوضات في مرحلة متقدمة جدا بين الناديين واللاعب موافق جدا انه ينضم ليه النادي الاهلي بداية من الموسم اللي جاي رغم انه اللاعب تدقى عدد من العروض فيه اندية فرنسية وبالجيجاية طيب بحسب مصدر مقرد من اللاعب لرقم عشرة الاهلي قد يعلن حسم صفقة بالعيد بشكل رسمي خلال الايام القليلة المقبلة مقابل ايه بقى مقابل انه يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه الحالي اللي هو كام اللي هو مليون ومتين الف دولار مليون ومتين الف دولار طيب خبر اخر من النادي الاهلي مجلس اللي ضرب بلئيسة كابتن محمود الخطيب كرر النهاردة بعد خبر يخص كابتن شادي محمد واحد من الكابتن التاريخيين للنادي الاهلي كرر بعد الاجتماع النهاردة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط كرروا تعيين كابتن شادي محمد مديراً لجهاز الكرة النسائية بالنادي وتكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة كابتن شادي محمد بقى مسؤول عن ملف الكرة النسائية في النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر